موسيقى 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 كلينيك صوت لبنان منحييكن مشاهدينا ومستمعينا وينما كنتوا عم بتتابعونا اليوم موضوعنا الشخصية الحدية مين هي الشخصية الحدية كيف لازم نتعامل معا هل بتنجح اي علاقة بين الشخصية الحدية وشخصية تانية وأيضا كيف بيتعامل صاحب الشخصية الحدية مع أطفاله كل التفاصيل يوم مع ضيفي دكتور مرام الحكيم طبيب ومعالج نفسي أهلا وسهلا فيك دكتور أول شي بيتبادر إلى ذهننا الشخصية الحدية إنه حدا حاد الطباع صحيح؟ ممكن بس هي جاي من ترجمة بالانجليزي بوردرلين يعني حدود ليش حدود لان بالزمان كان يعتبروها هالشخصية والمواصفات طبعه هي بين الذهان وبين العصاب يعني بين نوع معي من الأمراض النفسية اللي هي شوي أخاف من خفيفة بين أنواع اللي بيفقد واحد عقلو؟ بمعنى أنه ما بيكون واقعي ممكن يسمعها أصوات ممكن يهلوس ممكن يكون عنده أوهامة معينة لذلك كان يضيعوا يعني مجنون؟ شو؟ بالمشاب راح ايه بس عملك ليش اسمها حدية صفة مش حد هي حد الطباع موجودة بس هي جاي حدية من بوردرلين بالانجليزي يعتبروها هي الفاصل أو خطة ماس بين أمراض معينة مثل الاكتئاب وهدول إشياء والانكزايتي والبعنك أتاك والإشياء الثاني وبين الأمراض الثاني مثل الفصام وغير وغير ويعتبروا درجة تانية لذلك تظهر لأنه فيه شوية شدة بأنواع الأعراض المرضية هل هو أصعب أنواع اضطراباته الشخصية؟ ممكن آيه علاجه بالنسبة للعلاج؟ آيه صعب شوية لا هو بالنرجسي لا هاد عنده فرصة أحسن بالنرجسي أحسن بالنرجسي أصعب شي كعلاج بس هذا الشخص الذي عنده الشخصية الحدية ممكن ما يضل بالعلاج يعني يمكن يحب العلاج أبو فترة معينة وكثير يتعاون بعدين بلحظة بيحس أن المعالج ما كثير عم يكون معه ومش عم بيواكبه مش متوفر كفاية ما عم بيعطيه وقت كفاية بيترك طيب قبل ما نوصل للعلاج كيف منكتشف أو نحن منكتشف حالنا أو حتى بيكتشف أنه هيدا عنده شخصية حدية كيف أعطينا أمثلة؟ هلأ التشخيص بيعتمد على أنه شخص يعني معالج أو طبيب طب نفسي علم نفس عيدي هو اللي يشوفه ويحدد فيه إشي معينة بس بيتصرفيته يعني نحن عايشين ما حدا نحن ما نعرفه شخصية حدية هنعرف أنه سريع الانفعال عاطفي زيادة عن زوم بيفور بيغضب وبعدين بيرجع إما بيعتذر أو بيصير كتير سويت وحبوب وكذا بيتعلق بالناس زيادة عنده أبيض وأسود كتير يعني بيحطهم على الكرسي فوق للناس أو نفس الناس إذا صار إشي معينة رح أكيك عنها بيرجع بحطهم تحت بصير يكرهون ممكن يكون عنده مزاج واطي شوي مثل نوبات غضب يلي أكتر الأوقات بس يحس حاله إما مرفوض أو حين ترك طريقة من طرق ينترك بصير عنده نوبة غضب أيام بيكسر إشياء وهكي هذي ضمن نوبة الغضب بعدين علاقاته مع الناس متقلبة مزاجة يعني؟ نو مش مزاجة علاقاته مع الناس يعني بيكون يوم بيفهم عليك وبتعتبره حالكم صحبي منيح وكذا ويوم تاني بتحسي شخص تاني بمعنى أنه ما كتير بيحبك ما عم يبعد مش بتطره في طريقة غريبة سو تقلب العلاقات المزاج مش تقلب فيه إما مزاج شبه طبيعي أو نزول يعني بس كطريقة علاقات فيه كمان وجزء منه لأنه هو هويته مش واضحة له هويته عطفياً عم نحكي مش هويته على الهوية يعني ولا شغله ولا شي بسوي الشمسة من التماهي طبعي الأدنتي طبعه منه سابتي عنده أفكار انتحارية ميولة الانتحار؟ لا أفكار انتحارية بتصير بس يصير عنده المزاج العاطل يعني صوب الاكتئاب وهذا العاطل بيجي نتيجة رفض يعني كتير بتأثر بتفاعله مع الناس لأنه شيء اللي أكتر شيء يأذيه هو يشعور أنه سينترك وعنده خوف أنه يظل حاله بس يظل حاله كتير بتدايق وأحياناً بيصير عنده قلق شديد بس قضيت أنه يأذي حاله بتصير بحالات معينة ايه بتصير كتير كمان لأنه بمجرد أنه حدا يلي هو بيحبه كتير أو بيعتبره كتير قريب له شوي بيأثر بالتعبير عن أنه هو يعني عم يدعمه أو موافق معه أو شيء بيخاف هذا الشخص وممكن يعصب ويغضب مثلما أنه نوبات غضب بعدين ممكن يكتب إذا تكرر هالشيء ويحس حاله ما حدا بيحبه متروك قريب شوي من الشخصية النرجسية لأنه النرجسية لا لا نرجسية بيغضب بغير شيء النرجسية إذا حس حاله أنه أنت معه تعطيه شعور العظمة والمديح وكذا هذا هون مش هكذا هون ترك يعني مثلا إذا شاب وبنت حاسسته مش كتير عم يكون حدا كل الوقت إذا شكت أنه هو شوي عم يبغض عنه بسير معه الكريزة ومش قضية مديح قضية أنت معي ولا أنت مش معي أعرفت كيل بالنسبة للي ذكرتهم يعني بعض الصفات اللي ذكرتها أنه يعني أوقات بيحط العالم فوقه شوي بنزل أبيض وأسود أبيض وأسود من الصعب لأنه نحنا كلنا بدون أي حدا يكون عنده اضطراب عنا إياه هون هلا التمييز بين الأشياء شو المنيح وشو العاطل موجود بس تقلب التمييز على نفس الشخص أو شيء هذا كتير يعني عند البوردر لاين يكون واضح أنه به التقلب يعني نحنا بنميز بنقول مثلا هالشخص إيجابي هالشخص سلبي هالظاهرة هاي إيجابية هالأيتم بدنا نشتري إيجابي هدا أكيد الناس بتمييز نو بس هون بتشألك يعني يوم هيك ثلاثة أيام هيك برجع يوم هيك كيف صعب التعامل مع الشخصية الحدية من أي ناحية في كتاب كان بيحكي على شخصية الحدي التايتل طبع كتاب وووكين أكشز مشي عائشة البيض يعني نحنا بدنا نكون حذرين كيف ما نزعلو لش أو نزعله لأن أكثر من 80% منه النساء بس بدنا نحذر كيف ما نزعلون لأنه كتير حساسين ويعني أي شي ممكن يحسسون انه انت عبتوا تركيون أو ما تحبيون وهون بتصير المشاكل بين غضب وبين محاولة انتحار ومشاعر يعني كتير قوية وبعدين بترجع بتروي إذا قدرت ترويها أو بتجرب تنتحر قلت إنه 80% منه النساء لأنه النساء عاطفيات أكتر ما معرف ليش نساء أكتر ما في شي عامل مؤثر بيه ما منعرف ليش 80% هاد نسبة كبيرة يعني 75-80% هي الشخصية الحدية بدايات تكوينها مش عكبر ولو هي تبين بالتينيج بالتعشات يعني وبعدين بس تكوينها بيكون أول كم سنة وقت فيه أزمة الأتاش من التعلق إذا صار فيه الفترة اللي الطفل لازم يتعلق بالأم وحس بوجوده دايما قريب حده إذا صار خلل هون بيحس حاله أنه عنده ترك بيحس بترك شعوريا بس هذا بسير مع البنات والشباب مزبوط ليش البنات أكتر؟ البنات أكتر مني قلتليك بالأساس مني عارف ما في شي عالمي ما في شي عارفين وليش البنات أكتر ممكن لأنه البنات شوية حساسين أكتر ممكن لأ لأنه أكتر حالات البنات بيكون أمهم كمان إذا هني طلعوا بوردر لاين الإمكانية أنه الأم تكون كمان بوردر لاين عالي إذا هني عم بيعملوا تماهي مع الأم ممكن كمان ياخدوا من الناس وهي بس بابا بيرجع أنه بعمر صغير صار في ترك بالعاف ترك عاطفي ترك عاطفي مثلا أم تشتغل مطولا ترك عاطفي أنه الطفل مبعث على المدرسة كتير بكير ترك عاطفي الطفل بيحسك ما بيهم نحنا شو نفكر ما بيهم المدرسة شو بتفكر ما بيهم أنا وأنت شو نفكر يعني بيوجيا هذا الطفل نفسيا منه حاضر لأكون أمه بعيدة عنه لأي سبب الأسباب بين أعمار حوالي 9 تشور و 3 سنين هيك شوية أكتر كمان هيدا كمان أثبتته الدراسات والإحصاءات يعني هذا أكيد تبين بعدين تبين أنه أكترون هيك بعدين كتير منهم كمان عندهم تراوما بمعنى عندهم أزمة نفسية من نوع الصدمة إما تكون جنسية أو تكون ضرب أو تكون شي تاني سو مش بس قضية الخوف من الترك كمان إذا فيه إساءة أو إهمال كتير منهم ممكن ياخده المنحة هذا الشخصية وتطلع هيك نعم خلينا أقول الأصدقاء المشاهدين والمستمعين أي سؤالة دكتور مرام الحكيم من خلال أرقامنا على 01325357611 023 أو 025 وأيضا من خلال واتساب على 76611 وكمان بتمنى أنه نتشارك هيك بشدة حياة بتجارب بيمكن نحن يمكن أشخاص مقربين لإلنا عندهم هالصفات كيف تتعاملوا معهم كيف أنتوا بتتعاملوا مع غيركم صعب بيعترف الشخص أنه عنده هالشخصية الحدية إذا قلت له أنت عم تغضب أيام بتحبني أيام ما بتحبني أيام في تراست يعني ساقة أيام ما في ساقة بيقول أيك أنه ما بينكره بس ما بيعرف تسمي أي تسمي يبتكون أنه علمية بس بيعرف حاله بيغضع بس بيقول لك أنا برجع يعني بفور براجع وبوقع هدا أيام كمان نسيت أقول أنه أيام بيقزي حال وشخصية الحدية مش كأنتحار أيام بشطو حالون هيدا بأول ما هي فيها مراحل؟ لا الشخصية الحدية جذورة بالماضي بالعمر هيدا اللي كلك عنه خوف من التارك والإهمال تخلي وبعدين بلتين إيج بلش الأعراض المرضية تظهر وتظل عم تقوى لحد ما يصير يعني بالعشرينات وكذا وبعدين تثبت إذا ما في علاج هيدا هيك تطورة بيكون قلت أنه التارك يعني التخلي تخلي العاطفي ضل وتخلي عاطفي يعني أنت ما تركتي البيت أنت رايحة تشتغلي أنت رايحة على السوق بس إذا العمر كان هذا العمر الحساس الطفل بالنسبة للقل تركته طيب ما في شي بعود قبل ما تصير هالشخصية الحدية بعدين تتكون أكتر بقلت بالمرحلة المراهقة إذا لاقتناها إذا صدفة أنه حدا لاحظ أنه الطفلي أو طفل شوي عصبي زيادة عن زوم سريع تأثر هناك نوبات غضب في نوبات تأزل نفسها تطفي السيجارة بأييدا تشط بأيديا أو أيضا إذا تقلب بالصحبي تقلب بالهوية كيف تقلب بالهوية يعني يوم تشوفيها ستايل طبعها بيشبه هيك يوم تاني إذا حدا تاني كان صاحبتها أو شيء وكتير قريبة لأيديا بيصير ستايل لبسها وستايل حكي وكذا بيشبه بيسميها الكاميليون شو الحربية بس هون باللبناني الحربية شي عاطل بمعنى عن أصد أنه بتتلاون هون لأنه هويتها مضعضعة لأنه هوية مضعضعة بتصير تتلون بالأشخاص اللي قريبين لأيديا مش عن أصد وهذا لازم الأهل ينتبهونهم من عمر صغير بدوا ينتبهونهم خصوصا إذا كان الطفل معرض يكون سيء أزم الترك يعني فيه انفصال بالزمني بالبعد بين الأم والطفل أو مش الأم إذا كان الشخص الأهم بعمر الطفل بين السبعة وثنين شهر وثلاثة أربعة سنين هو مربي أو ناني أو خالة أو عمي أو تاتا هو هذا الشخص إذا نحنا ننتبه أنه نعرف أنه الطفل عنده ابتعاد مبكر عن الشخص وصير يبكي كثير مثلا نقول بنت بتخدم بالبيت هي اللي اهتمت بالطفل أما تشتغل هذه المرة رجعت عبلادة سافرت وسافرت تركته للطفل بمرحلة اللي بعده ما خلص هذا التعلق هون نعرف نحنا أنه فيه إمكانية لاحقا أنه يصير معه بوردر لاين فهون ناخد حذر أنه ننتبه إذا شفنا أي علامات بالتعاشات بالتينيج ضغري نبلش علاج مش أنه يابا مرحلة وعابرة لا بدنا نبلش علاج لأنه فيه إمكانية إذا بلشنا العلاج النفسي بكير أنه نقدر نحول المسار طبعا هذي العوارد هذي العوارد هذي نسميه بتكون مجتمعة لحتى نقول أنه هذي شخصية حدية بدي يكون عدد معين بتعرفي الكتاب تسموه دي أسام بيقلك مثلا إذا فيه ستة من أصل تسعة أو شيء يعني كل هذا بس أكيد مش وحدي وحدي بدأت لي تكون أربعة خمسة من الموجودين بالعلاقات يعني إن كان زواج أو إن كان يعني ارتباط كيف بيتصرف الشخص اللي عنده هال تعلق شديد تملق شديد غيري كتير إذا ليش غيري لأنه بخاف من الترك إذا الشريك تبعه الشريكي تبعه تبعه شوية شوية أعطوا اهتمام لحدة تاني بيصير هون خوف من الترك وبنتيجتها بيصير فيها إخناقة قوية كتير أو غضب أو بتقلب إنه تشطب حالة أو تقذي حالة الأذى بيكون لشخصه للشخصية الحدية أم للآخر يعني هو معه بعليها يعني بيقذي الشخص الثاني أم يقذي حاله لا حاله بيقذي بيقذي حاله إني لنقول إنه هالشاب والبنت البنت حست إنه يطلع بيحدة هون هي حساسة كتير عندها بوردلاين برسوناليتي براسة تطلع معناتها حيتركني إذا حيتركني شو بديعمل ريسبونس طبعي أو غضب شديد أو أنه يقذي حالة أو ينتحر أو يصل إلى حالات الانتحار أكيد أكيد من حالات الهم أنه يجربوا ينتحروا كذا مرة ووحدة منهم تثبط ممكن لأنه هن كتير ينجرحوا داخليا يشعروا ضربة بالقلب أنه ينترك وخوف شديد لذلك لذلك هن لا أحب إضاء حالهم حتى أنسي قضية العلاقات إذا هن عديلنا حالهم يحوصوا كتير وبيضيعوا كتير وأيام هن بضيعوا وشو لازم يعملوا لأن هويتهم مش مكتملة فبتشوفيهم ما بيعرفوا شو لازم يعملوا يعني ما بيقدروا ياخدوا أرار بحياتهم دايماً بدهم يكون في حدا عم بياخد عنهم الأرار مش مثل هذا شخص يلي عنده أتكالية هون نظرته لنفسه مين أنا نظرته دونية لنفسه دونية بوقت يصير فيه خوف من الترك ونظرته مش دايماً دونية كمان نظرته لنفسه هويت مين أنا طبيب أنا كذا أنا لأ بحب المسيح يعني بس هاي دي مش بمرحلة معينة إنه أنا بدي يكون يعني بس بتضال أي يعني منشوفه أكتر شي بمرحلة المراهقة أنا مين بدي يكون شو بدي أتخصص أي بس هون بس هون بتضال بتضال عمر أكبر يعني حتى لو عمره أربعين مع البودرلاين بعده إذا شوي تركته مع شخص جديد مهم بحياته بصير يتقمص هالعادات والتقاليد والتفكير حتى الأفكار تتغير يعني ما عنده أفكار سابتي لألوا أفكار خاصة لا كل شي مش ثابت المشاعر مش ثابتة الأفكار مش ثابتة الطريقة العيشة مش ثابتة أيام بتشوفيهم لابسين هببي وفنانا مثلا أيام بتشوفيهم لابسين شو اسموه رسمي أيام بتشوفيهم باهتموا بالفن يا لطيف أيام بتشوفيهم نسيوا الفن صاروا بشي تاني عرفتي كيف يعني هويتهم بشكل عام بتيها تتقلب كتير طب هيدا كيف بتأثر على الزواج أو على أي نوع ارتباط أي نوع علاقة كيف بتأثر أول شي بيصير فيه التكالية بالشخصية مش التكالية بكل شي هداك الشخص اللي عنده شخصية التكالية بتتكل بتدسج بالقرارات هون لا هون الشخص بيستمد هويته لأنه بعضه مضعضع كأنه بعضه ما أخد هوية فإذا كان معي ببلش يصير مثلك وكمان نفس الوقت بتأثر على العلاقة إنه مثل ما قلتلك إذا حس بتترك أو شي من هالنوع هو يحس مش إنه مضبوط في شي كمان بيصير هالانفعال الشديد خناقة مثبت تكسير أو بيلتج تجرح أو شي فالتأثير على العلاقات دايماً بيكون إنه علاقة قوية كتير العلاقة بس متقلبة يعني مش قوية وسابتة يعني متعبة للشريك كتير متعبة يعني الشريك مثل ما ببالج تظهر من أول يعني بتظهر أي متى بقبل العلاقة أو قلت بحلقات سابعة عن النرجسية إنه قادر يخفي نرجسيته لا هون ما بيخفوه هون ما بيقدر ما بيخفوه ما بيخفوه هنه ماش يكذبوا أو يخططوه هنه هيك صو الانفعالية شدة الحساسيه شدة الانفعال سرعة الانفعال وسرعة عدم الانفعال سرعة عدم الانفعال إنه بيغضع تراجع بسرعة حتى الأشخاص هل يعيشوا معهم أو هنه السباوس يعني الزوجة أو الزوجي بيستغربوا إنه كيف بيقدر يكسر نص البيت أو يسمعني كلام كتير جارح وبهدلني وبعدين بيجي بعد حدي وحبيبي وحياتي وجبتلك سندويشي وتعال نروح مع بعض هذا الشيء كثير للشخص العادي مش محمول بس يمكن ما بتقدر يعني الشريك الآخر صعب علي يكتشف يمكن يعتبر انه اذا عم تحكي عن هيدا الموقف يعتبر انه لأ عم بيراضي انه هيدا الشيء ني كل العلاقة كل يوم ثلاث مرات او مرتين لهالدرجة بتوصل بيصير نمط هيدا نمط يومي نمط يومي الشخص يعني الشخص اللي قباله بيضيع كثير بيضيع انه صريخ كأنه عدو يعني وبعدين بعد خمسة داية مش انه بعد جمعة جمعتين بعد خمسة داية عشرة داية اوبس تشألو كل شي صباح الخير هالي العلمات اكترياتي بتنطبئ على زوجي كيف بدأت اتعامل معه وهل هي وراثية لان بحس ابني في كثير من بايه بالنسبة للوراثي دائما منقول فيه ممكن استعداد وراثي هدي من الاشياء اللي فيه استعداد مع التركيز على كلمة استعداد يعني اذا فيه استعداد وراثي بس الفترة شو اسمه اتاش من التعلق بالشخص عادة اذا ما رأت بسلام هالا استعداد وراثي ما بيظهر هلا معنات الاستعداد الوراثي انه اذا عنا ولدين مثلا بتحت نفس ظروف واحد عنده استعداد وراثي والتاني ما عنده وعرضناهن لسترسات معين يعني مثل اساءة ابيوز اهمال كذا هون اللي عنده استعداد وراثي حيصير عنده هالحالي اللي ما عنده استعداد وراثي ممكن اي ممكن اي ممكن اي حسب شدة الظروف ياللي عليك نعم خلينا نذكركم بقرقامنا 01-325-35-76-11-03-05-0-25- وايضا اسئلتكن من خلال الواتساب على 76-611-02-01 بس بدي جاوبها اي كيف تتعامل معه كيف تتعامل معه الطريقة السليمة طريقة السليمة تقول له لايك حبيبي يمكن انت فيك تستفيد من معينة لتشوف ليش انت مزاجك بيتقلب معاملتك بتتقلب او كذا بيتقبل احسن من نارجيسي بكتير احسن من نارجيسي ممكن يتقبل خصوصا اذا بيحب مرته كتير وخايف انه يعني سير فيه شوية بعد مزبوط بيناته ممكن يروح عين يعني اذا شعر انه فيه تهديد على العلاقة لانه هو بيتعلق كتير بالشخص الاخر بيكون مستعد انه يروحي اي وبنفس الوقات بالنسبة للا شو بتعملي من يوم الى يوم غير انه تخديه يتعالج اذا قبل انه انت ما تحيله باي طريقة من طرق انه فيه رفض منك لالو او فيه امكانية الزعل منه يعني ترك يعني ترجمة الزعل يعني ترك عاطفي يعني هو بس يحس انه الشخص التاني مش مواسوط منه يبلش رأسه يقول بكرة بيتركني او بكرة بتتركني شو بيصير فيني ويبلش نوة الغضو ونوة الهدف فلذلك بدنا دايما متل ما قال التايتل طبع الكتاب اللي تتلك عنه بده يمشي عقشر البيض بين النقاط لانه بده تنتبه ما تقول كلمة اللي شخص العادي ما فيها جرح هو حساس كتير ممكن يحس انه هالكلمة بتاعني انه شوي هي عم تبتعد عنه بوقع على المشكل بده تتفادى يعني بده ترعيله شخصيته اي بده ترعيله اي بتعطيه طمأنينة دايما انه هي بتحبه حتى لو كان يعني هي عم تنقذى او هو بالاحر الـ 80% نساء يعني اي هو عم لا بس انا مجاول مدام هي عم تنقذى من الاسابع بالحكي بالجرح اللي عنده بوردر لاين كلامه كتير جرح بس يحس حاله انه حينترك يا بيفرض تصير معه اكتئاب يا انه بيصير هالغضب الشديد اكتر لقوات غضب شديد وهالغضب يعني بيشمل يمكن شي جسدي مش بس مسبات وبهدلات وكذا اذا كان لفظي الغضب طبعه بيجرح كتير يعني بلاقي نقاط كتير بتجرح خلينا اخد اتصال الو بونجور مدام سايدة اهلا كيفكم ميحا حمد الله معرفتيني كنت قل لك حبي هي اهلا فيك تفضلي هلأ قاعدة بلاسغل بفيه اتصل اهي تفضلي شو سؤالك لدكتور مره بي اسألك برنامج امان شو هو الرقم صديقتي قبل شوية عم تحكي بس انا ما مش وقت صديقتي بيبي هيدا بيطار اخر هلأ نحنا بكلينيك هي عرفت ايه هلأ منوصلك بزاملتنا سعاد خلينا بيطار كلينيك والطبي انا عندي كابلز بالعائلة عندهم هالعوارض كيف بدي قل لهم تعالجوا لانه هني شايفين حالهم صح بكل شي ووقات عم بيكونوا كتير عانفين وبيفكروا الكل عاملين عليهم مؤامرة شو مش واضح عند التشخيص لانه اذا في قضية مؤامرة والكل والكل هذا صرنا بشخصية تانية اسمها الشك عنده كتر الشك كتر الشك هذا بسموه ماء العلاقة ماء العلاقة ما مش هيك يعني عنده بورل لاين وفيه شك بمرته كتير او يخاف بصير متملك وهايك بس ما بيشك انه الناس عاملين مؤامرة بس هن تنيناتهم عم تقول كابل تنيناتهم يعني الزوج والزوجة نيناتهم عندهم هيدا العوارد اي بس على الكل بدي افهم منها هني عم بيتهم الزوجي مثلا انه عم تخونهم ولا عم بيتهم المجموعة كلها سوا لا هي عم بتقول انه الكابلز عندهم هيدا العوارد وشايفين حالون انه هن صح وبيفكروا انه العالم حواليهم هود الكابلز بيفكروا انه العالم حواليهم عاملين عليهم مؤامرة مينيتهم بيفكروا نفس الطريقة مؤامرة انه ما بيصدد صعب الحال مؤامرة بمعنى مش ما بيصدقون ولا مؤامرة ازأ لانه بس بس نفكر انه الناس بدأت زينة ما في منه حقيقة ما في شيء هدا صرنا بالبرانوية اللي هي كمان فيه اما شخصية او مرض كامل من نوع الاوهام مش واضحة اندي هون بس فيهم اتنان يكونوا اتنيناتهم حدو نحصل اضطراب هلا شو عليتهم بعض اتنين كابلز مش واضح السؤال السؤال على الهام مش بعيدا عن ايه فيهم كون اتنين بس اكتر الحالات البوردر لاين بنعجب بالنرجسي مثلا كيف تكون الحيات مع نرجسي ايه كتير صعب يعني مليئة بالخناعات بتقلك لا بامور كتير يعني تيفها يعني مانا كتير مهمة بيفكروا انه عاملين عليهم المؤامرات اللي حواليهم ايه هلا بدي ارجع احكي شوي بموضوع قلت انه بتطور بمرحلة الشباب لا بتوصل لبعدين بتتفاقم هيدا المشكلة دكتور من الاول ما تبلش بتتفاقم لحد ما يصير بالعشرينيات بعد انه بظل استيبل شو البي غزية ولا لا كل شي بغزية لا الاحتكاك مع الناس بصير فيه امكانية اكتر شعور بتترك مع او امكانية اكتر بتتعلق امكانية اكتر انه يصير فيه ترك او ترك عاطفي او هو المريض بحس انه فيه ترك عاطفي يعني بربابلاتي انه صار بره بالمجتمع وصار يعني الناس بتعرض لهم اكتر بحياته امكانية بتصير اكتر طيب انا كيف بيتعامل مع الشريك كيف يتعامل مع اولاده هالشخصية الحدية مشكلة مع اولاده انه متقلب انا انه هو هوية متقلبة مشاعره تجاه الاخرين متقلبة فهذا الولد بس يكون بيبات فيه شخصية من هالنوع بيصير عنده ضياع بيضيع بيصير فيه ضياع كبير هل هالمأهل ام يعني بتحبني ولا ما بتحبني لا بتضربني او بتعيط علي اذا بتحبني ليش مثلا كل يومين ثلاثة بتعيط علي تبهدلني باسباب بسيطة ليش هي وبية مثلا هي عم تكسر الصحون وتعيط عبية وتخانقه نشوء بهيك بيئة بيتية بترك شعور انه الناس متقلبين ما فينا نأمنون هذا باللاوعي بصير عندهم صعوبة يأمنون للناس وبس يوصل على مرحلة العلاقات بصير عندهم صعوبة بالعلاقة كمان فيصير ضياع وتقلب وكمان اكتر شيء بصير نظرة الطفل لحاله بتصير متقلبة ايضا لان ايام بيصير في معاملة طبيعية بحس حاله طبيعي ايام هالخناعة والبهدل وكذا فهون كتير في امكانية انه الطفل اللي يطلع مش بس هويته شوي ضايعة ثقته بالناس مزعزعة كليا ممكن ايضا يصير معه اكتئابات الشخصية الحديقة كيف تتعامل مع طفله بعنف قلت انه بالشريك اذا كان حس بيتارك بممكن يقزي حاله بس مع طفله كيف ممكن كيف تتعامل ممكن المرة اللي عنده بوردر لاين تحس انه هالطفل ممتاز عاش فترة يومين ثلاثة بعدين بصير فيه هفو صغيرة او هي بتتشوف هفوية بصير هو مبس واشي وبتبلش خناقة وبلش البهدل وكذا فهذا نعرف كيف ممكن تتعامل معه امكانية فيه الابيض والاسود بتقول انه هي يوم هاك ويومين هاك فيه عنف تجاه الولد؟ ايه بيقدر يكون ايه عكس الشريك عكس قلت الشريك بيقزي حاله مع الولد بيقزي الولد؟ لا حتى مع اذا الحال موجود دائما بس تتعزم مع البوردر لاين بتقزي حاله بشي طريقة ويمكن يكون الازا غير مباشر يعني تفشل حاله بشغله او شي او كذا مش بس تشطيب بس التشطيب بيكون يعطي رياحه مباشر بس يشطب بس مع الولاد ارجاعي ذاكرين بس لخيط بس ضيعت الخيط لا بالنسبة للولاد بتقزي او بيقزي ولاده بالضرب بالعنف اللفذي العنف الجسدي ممكن كتير ايه ممكن كتير يعني لانه بهاللحظة الفوران هيدا ما فيه خم الا انه يطلع هالغضب فممكن تقزيه طيب اذا بدنا نروح للعلاجات عم نحكي اول شي بيقلت انه فيه امكانية انه يقبل يتعالج بس هيدا بده تشخيص يعني عنده الطبيب لا لا هو المره اللي عايش معه او رجال اللي عايش مع المره اللي عنده شخصية هاي بيعرف انه هاي مره او رجال كتير صعبين صعب العايش ويمكن يوصلوا لمرحلة بد ان ينفصلوا اول مرحلة بيصير فيه نوع من بيصاميها كو ديبندنس التكالية المشتركة عبعض عاطفيا بعدين بيصير فيه كلاش بس يختلفوا على اشياء وكذا او متطلباتهم من علاقة مختلفة هيدا بده مرته كتير تهتم فيه وتقوله انت عظيم وكذا وهي بده تحس انه هو كلين مهتم فيها مش عم تطلع بغيرها لانه فيه خوف من الترك هون ببليش الكلاش او عتر بيت الولاد مثلا ممكن هو قوله مطعة يتعلان وكذا هي ما فيها تتميلك نفسها وتعمل يعني هادراما قدامه او تكسر صحون او تطبش البيب او تترك البيت عيومين يعني بيصير فيه غضب من هالنوع كيف العلاج؟ يعني علاج هل هو علاج بالأدوية او علاج لا الأدوية تستعمل اذا الشخصية الحدية كان معه مثلا ممكن تستعمل اذا كان عنده مثلا اكتئاب شديد مش عم يتجاوب مع العلاج النفسي اذا كان عنده غضب شديد وممكن يأذي حدا نعطيه دواء نوع تاني اذا كان عنده هايك شغلات يعني بس يصير فيه حاجة للدواء برات الشخصية بس من جراء تصرفهم هون ممكن نعطيه دواء بس هو العلاج طبعه نفسي الشخصية الحدية علاجه الاساسي نفسي بس ندعهم بدواء اذا كان فيه مجال يقزي حاله قريبا عن الانتحار مكتئب جدا او الغضب طبعه ما بنحمل هون منحط ادوية عبالما العلاج بدو ياخد شوية ترجعوا معه لانه قلت انه الاساسة هي مرحلة الطفولة مرحلة التعلق ترجعوا معه لهي ديك المرحلة كيف تقدر بالعلاج النفسي تصلح الخلل اللي صار بشخصيته جراء الانفصال العاطفة هون فيه عدة نظريات بس بالنهاية كلهم بدهم انه هالشعور هذا انه متروك مهمل وما حدا بيحبه الاخرية بدنا نشيل هالشعور فيه عدة طرور هلأ فيه علاجات شوي سطحية اكتر منها فيه علاجات التراوما بالعمل حسب كل حالة؟ لا هو المفضل ان يكون فيه علاج التراوما لانه دايما فيه تراوما شي ما حال يعني يكون فيه صدمة شي ما حال هو صدمة ترك هو ازمة خبيط وتعرض لكلام جارح ممكن كل هالشياء فلذلك بس نعمل العلاج الشخصي الحدي بدنا نكون ثروة كاملين بالعلاج ممكن نستعمل الدواء مرحليا ولكن العلاج بدو يرجع لها الفترة كيف بيصلح؟ التصليح بيكون بانه وقت لي مثلا امك تضربك وبوقت ما فيك لا تفتح امك ولا خليك مثلا تعبري عن حالك يعني خايفي منها بيكون عندك مشاعر مكبوطة تجاه الحدث مثل اي ترعومة ثانية كانت هكي ما بخاف نقرب عليه هيدا العلاج على مدى الحياة؟ لا على فترة معينة ما بيرجع لشخصيته الحدية؟ لا لانه بس نحنا فالشخصية بتضل والأمراض النفسية بتضل وقت لي الأزى اللي صار والمشاعر اللي محيطة بالأزى منه غضب حزن خوف هاي المشاعر اذا قدر يطلعها مرة 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 بطل فيه استمرار للحال المرضية بطل فيه استمرار ممكن بعدين يتعرض للسترس جديد ونشوفيه شوية عم بيرجع يكون أبيض وأسود وشوية عصبي كتير وببهد للناس كذا بيرجع بده فلوا أبعى العلاج بس علاج طويل للشخصية الحدية منه قصير علاج طويل لانه عم بيرجع على فترة قريبة مبكرة بعمرة الشخص والمشاعر هنكون كتير فيها خوف كتير من الترك يعني العلاجات اللي هي بس بالراس ما بتوصل يعني العلاجات بتعتمد على التفهم والتحليل وأي شيء يعني إذا ما بفوتي بالمشاعر بطل عيون ما بشي الحال القلت كمان مرتبطة بالصحة العقلية ممكن شيء ما يصير عنده مسميه temporary psychosis يعني دهان مؤقت يعني بعكس مثلا الفصام يلي بدون دوا بيضل عنده دهان البيبولر دهان المرض للشاكل البرانوية أو الديلوجين كمان دهان بس عند البوردر لاين الدهان مؤقت يمكن يصير فيه استرس كتير قوي خوف رهيب من الترك ردة فعل قوية وبلش يتخيل الأشياء ومتل عادي يا بيكون عنده وهم إنه في شيء عم بيصير وهو مش حقيقة أو يهلوس يسمعها صواته مثل الفصام بس ما بيضاين يعني بس يخفى استرس عليه كل ده بتخطف يا عيدي نعم اجت تسمية البوردر لاين لأنه هذا الشخص بيقدر بعظم الأوقات يكون ضمن المش ذهان يعني الأشخاص الباقيين وأحياناً بفوت على الذهان مثل حالات الصعبية اللي لناها نعم أنا بدي أشكرك دكتور مرام الحكيم طبيب ومعالج نفسي أهلا وسهلا فيك بشكر كمان الأصدقاء المشهدين والمستمعين يلي تبعونا بكلينيك موسيقى 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 اشتركوا في القناة